بسبب الشغل في رياضة الدراجات الهوائية وضعت الفونة في عام 2006 لشراء دراجة هواية بمواصفات عالية تافر إلى الدنمارك وجنوب أفريقيا لإكتساب خبرات جديدة في عالم الدراجات معاكم مخوكم محمد الكابي صاحب مشروع هبرز للدراجات الهوائية الجبلية بدأنا المشروع في 2018 بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة المنتوسطة وكذلك بدعم من دبي القابضة باعتبار مقر شركة في حتى وادي محمد نجح في إدارة وتنظيم العديد من الفعاليات ويحرص على تفعيل الجانب المجتمعي اللي يستهدف من خلاله كافة شرائع المجتمع في هبرز نحن نحاول نكون أبعد من مجرد مشروع تجاري تقوم باستضافة الدراجين الرحالة يطلعون من أوروبا 9 شهور 12 شهر على الدراجة هبرز من ضمن نقاط الاستراحة عندهم الحين تبدأ جولتنا في ربوع حتى في مهرجان شتانة في حتى محمد تكلمني عن هذا المضمار مضمار عبارة عن أكثر من 55 كيلومتر مقسمة على أربع مستويات اللي هي المستويات المعتمدة من التحدي الدولي للدراجة الهوائية اختلاف التصنيف يعتمد على تفاعل مسار عن الأرض شدة الانعطاء صراحة مستمتعين في هذه الجولة مضمار أبعد من مسارات للدراجات الهوائية الجبلية يعني مثل ما شفنا الانطلاقة من حتى وادي هب في كل البنية التحتية وفي المسارات في خطة حتى أكسجين زراعة أكثر من 100 ألف شجرة في حتى وفي محميات للضبا والمهة نشوف المشروع هو مش فقط للدراجة المشروع بيئي نعم المستدام ندعو الناس أنهم يجرون حتى وادي هب وحياهم الله مثل ما قال محمد نقول لكل الناس مرحبا بكم في حتى وحتى السنة الغير حياكم الله في مهرجان شتانة في حتى